مرشحين لتدريب الفراعنة بعد رحيل كوبر يعني فنجادة المدير الفني السابق ليه نادي الزمالك واحد من المرشحين لتدريب الفراعنة بعد رحيل كوبر انا ما اعتقدش ان الخبر ده ممكن يكون صحيح منتخب مصر يعني كيد ميستر فنجادة مدير فني كبير وحقق نجاحات مع نادي الزمالك لكن منتخب مصر بحتاج اسم اكبر لازم يكون عندنا مدير فني زي رينارد رينارد ده يعني واحد من المدربين اللي عرفوا ويصنعوا تاريخ ويكتبوا تاريخ في قارة افريقيا مع منتخب زامبيا مع منتخب كوتيفوار مع منتخب المغرب المنظومة اللي كان بتدار في منتخبات المغرب المنتخب الاول المغربي المنتخب الاولي المحليين في الاخر لازم يبقى فيه نجاحات لما يكون فيه مقدمات نجاحة لازم في الاخر يكون فيه نتائج نكحة 100% نشوف في الاخر مين المدير الفني هيترشح او هيتولى القيادة الفنية للمنتخب الوطني خلال الايام القادمة وعرض مدرب نيجيريا يطلب مليون ومئة الف دولار لقيادة منتخب مصر مليون ومئة الف دولار دول مش شهريا طبعا سنويا فبالتالي يعني بنتكلم في حوالي 20 مليون جنيه سنويا لمدير فني طلب او احنا بنتكلم على الاخبار اللي بتتقال فيه الصحف المصرية وفيه المواقع المصرية كلها طبعا اجتهادات لكن رسميا ما فيش حاجة على ارض الواقع وبالتالي منحاول نجيب لحضراتكم او نلم كل الاخبار اللي موجودة على المواقع وفيه الصحف وعلى السوشيال ميديا فمدرب نيجيريا طلب مليون ومئة الف دولار لقيادة منتخب مصر وانا اعتقد ان الارقام دي هي اللي طبيعية دلوقتي في عالم التدريب ما نستناش ان مدير فني هيجي دارة منتخب مصر وهيطلب اقل من الارقام دي كل ما انت بكون عايز الجودة عالية كل ما بيكون الفلوس اكتر كل انا اكيد عارفين ان دي حاجة طبيعية كل ما السلعة تكون على اعلى مستوى من الخدمة ومن الادارة ومن كل حاجة من كل الجوانب اللي موجودة في السلعة كل ما هتلاقي السلعة دي تمانها غالي جدا لكن في الاخر المرضود بتاعها بيكون اكيد منتاز وبيتفوق على نسبة 90%